أعوذ بالله من الشيطان الرجيم تلك الرسول فضلنا بعضهم على بعض منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات وآتينا عيسى بنا مريم البينات وأيدناه بروح قدس ولو شاء الله مقتتل الذين من بعدهم من بعد ما جاءتهم البينات ولكن اختلفوا فمنهم من آمن ومنهم من كفر ولو شاء الله مقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن ياتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة والكافرون هم الظالمون الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشاء من علمه إلا بما شاء واسع كرصيه السماوات والأرض ولا يؤده حفظهما وهو العلي العظيم لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغيب فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة المثقالا في الصام لها والله سميع عليم الله وليه الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون ألم تر إلى الذي حج إبراهيم في ربه أنا تاه الله الملك أنا تاه الله الملك إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت قال أنا أحيي وأميت قال إبراهيم فإن الله ياتي بالشمس من المشرق فاتي بها من المغرب فبهت الذي كفر والله لا يهدي القوم الظالمين أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها قال أنا يحيي هذه الله بعد موتها فأماته الله مئة عام ثم بعثه قال كم لبثت قال لبثت يوما أو بعض يوم قال بل لبثت مئة عام فانظرنا طعامك وشرابك أن يتسنه وانظرنا حمارك ولنجعلك آية للناس وانظر العظام كيف ننشرها ثم نتفوها لحمر فلما تبين له قال أعلم أن الله على كل شيء قدير وإذ قال إبراهيم رب أرني كيف تحيي الموتى قال أولم تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قلبي قال فخذ أربعة من الطير فصرهن إليك ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا ثم دعهن ياتينك سعيا واعلم أن الله عزيز حكيم مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة مئة حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون قول معروف ومغفرة خير من صدقات يتبعها أذى والله غني حليم يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم لهم بالمن ولذاك الذي كالذي ينفق ما له رئاء الناس ولا يؤمن بالله واليوم الآخر فمثله كمثل صفوان عليه طراب فأصابه وابل فتركه صدق لا يقدرون على شيء مما كسبوا والله لا يهدي القوم الكافرين ومثل ومثل الذين ينفقون أموالهم بتغاء مرضات الله وتثبيتا من أنفسهم وتثبيتا من أنفسهم كمثل جنة بربوة أصابها وابل أصابها وابل فآتتك لها ضعفين فإن لم يصبها وابل فطل والله بما تعملون بصير أَيَا وَدُّ أَحَدُكُمُ أَنْ تَكُونَ لَهُ جَنَّةٌ مِنْ مَخِيلٍ وَأَعْنَابٍ وَأَعْنَابٍ تَجَرِي مِنْ تَحْتِهَا لَنْهَارُ لَهُ فِيهَا مِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ وَأَصَابَهُ الكِبَرُ وَلَهُ ذُرْجِيَةٌ ضُعَفَاءُ فَأَصَابَهُ الكِبَرُ وَلَهُ ذُرْجِيَةٌ ضُعَفَاءُ فَأَصَابَها فأصابها إعصار فيه نار احترقت كذلك يبين الله لكم لا آيات لعلكم تتفكرون يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه واعلموا أن الله غني حميد الشيطان يعيدكم الفقر ويامركم بالفحشاء والله يعيدكم مغفرة منه وفضلا والله واسع عليم يؤتي الحكمة من يشاء ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا وما يذكع إلا أولو الباب وما أنفقتم من نفقتم ونظرتم من نذر فإن الله يعلمه وما للظالمين من أنصار إن تبدوا الصدقات فنعماه وإن تخفوها وتوتوها الفقراء فهو خير لكم فهو خير لكم ونكفر عنكم من سيئاتكم والله بما تعملون خبير ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء وما تنفقوا من خير فلأنفسكم وما تنفقون إلا ابتغاء وجه الله وما تنفقوا من خير يوفى إليكم وأنتم لا تظرمون للفقراء الذين أحصلوا في سبيل الله لا يستطيعون لا يستطيعون ضربا في الأرض يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف تعرفهم بسيماهم لا يسألون الناس إلحافا وما تنفقوا من خير فإن الله به عليم الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية فلهم أجرهم عند ربهم ولا خاف عليهم ولا هم إحزنون الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون يمحق الله الربا ويربي الصدقات والله لا يحب كل كفار نثيم إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة لهم لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم إحزنون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين فإن لم تفعلوا فاذنوا بحرب من الله ورسوله وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تغلمون ولا تغرمون وإن كان ذو عسرة فنظلة إلى ميسورة وأن تصدقوا خير لكم وإن كنتم تعلمون واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه وليكتب بينكم كاتب بالعدل ولا يا بكاتب لن يكتب كما علمه الله فليكتب وليملل الذي عليه الحق وليتاق الله ربه ولا يبخس منه شايئا فإن كان الذي عليه الحق سفيها نوضعي فنو لا يستطيع أو لا يستطيع أن يملله فليملل واليه بالعدل واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل ومرأتان ممن ترضون من الشهداء ممن ترضون من الشهداء أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما لخرى ولا ياب الشهداء إذا ما دعوا ولا تسأموا أن تكتبوه صغيرا أو كبيرا إلى أجله ذلك مؤقصة عند الله وأقوام للشهادة وأدناء لا ترتابوا وأدناء لا ترتابوا إلا أن تكون تجارة حاضرة إلا أن تكون تجارة حاضرة تديرونها بينكم فليس عليكم جناحنا لا تكتبوها وأشهدوا إذا تباعتم ولا يضار كاتب ولا شهيد وإن تفعلوا فإنه فسوق بكم واتقوا الله ويعلمكم الله والله بكل شيء عليم وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فلهان مقبوضة فإن من بعضكم فإن من بعضكم بعضا فليود الذي تمن أمانته وليتق الله ربه ولا تكتموا الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم قلبه والله بما تعملون العليم لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كلنا نامن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا ربنا لا تواخذنا إن نسينا واخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعفو عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين بسم الله الرحمن الرحيم ألف لاميم الله لا إله إلا هو الحي القيوم نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يدايه وأنزل التوراة والإنجيل من قبل هدى للناس وأنزل الفرقان إن الذين كفروا بآيات الله لهم عذاب شديد والله عزيز ذو امتقام إن الله لا يخفى عليه شاي في الأرض ولا في السماء هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء لا إله إلا هو العزيز العزيز الحكيم هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغون فاتبعون ما تشابه منه بتغاء الفتنة وبتغاء تاويله وما يعلم تاويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الباب ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لذنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا إنك جامع الناس اليوم لا ريب فيه إن الله لا يخلف الميعاد إن الذين كفروا لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا وأولئك هم وقود النار كد بآل فرعون والذين من قبلهم كذبون بآياتنا فأخذهم الله بذنوبهم والله شديد العقاب قل للذين كفروا ستغلبون وتحشرون إلى جهنم وبيث المهاد قد قد كان لكم آية في فئتين تقتا فئة تقاتل في سبيل الله وأخرا كافرة ترونهم مثليهم رأي العين والله والله يويد بمصره من يشاء إن في ذلك لعبرة لأولي البصار زهن للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والنعام والحر ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب صدق الله العظيم